تحت رعاية صاحب السموة الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم يعوض المجلس العلا حاكم الشارقة نظم مركز اكسبو الشارقة مؤتمر صحفيا للإعلان عن دورة الثامنة عاشرة من المعرض الوطني للتوظيف في مؤتمر صحفي نظمه مركز اكسبو الشارقة للإعلان عن انطلاق الدورة الجديدة لمعرض التوظيف الوطني تم التأكيد على أن نمو عداد المشاركين بالمعرض سنويا من الشركات والمؤسسات المصرفية والمالية والقطاع الحكومي يعكس مدى الوعي للمساهمة في تحقيق اهداف التوطين ورعاية الكوادر الوطنية في جميع القطاعات خلال المؤتمر اعلن ان المعرض وعلى مدى ثلاثة ايام سيشهد مشاركة واسعة من كافة القطاعات اضافة الى منصة للقوات المسلحة الاماراتية بجميع تخصصاتها بهدف عرض فرص العمل الفنية على الخريجين المؤهلين والترويج لهذه الفرص المعرض الوطني للتوظيف هذا الحدث السنوي الابرز بين المعارض المتخصصة في فتح فرص عمل جديدة امام المواطنين سيفتح ابوابه في العاشر من فبراير بمركز اكسبو الشارقة